إن المنتخب يبقى المنتخب الأول ويبقى الصيغي الأول لأولا هسألك طبعا على قصة إمام عشور إيه اللي حصل يعني فجأة جلنا الخبر الصادم ده فجأة إعلان رسمي إنه هو هجيب خلاص عن مباراة تلكونة والديمقراطية إيه اللي حصل خلينا أقولك كريم طبعا إحنا بنتمنى أكيد الشفاء العاجل لإمام عشور وكل التوفيق والدعم المنتخبنا في الماتشات اللي جاية ولكن إمام عشور ممكن ما يبقاش جاهز برضو لو المنتخب تأهل لدور التمانية ولو جاهز مش هيكون جاهز بالنسبة 100% مش هيبدأ أساسي ممكن يشارك كبديل في الشرط التاني ما فيش شك فيتوريا يهمه جدا أنه هو يحافظ على لعيب بحجم وقيمة إمام عشور احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت عمل إيه كان ليه دور مهم جدا سواء على المستوى الهجومي أو الجانب الدفاعي فإمام مستوى نضغ جدا في البطولة دي عارف يعني إيه إنه هو بيلعب بإسم منتخب مصر فدي يمكن التفاصيل بتاعت إمام عشور يمكن زي ما أنت قلت كان في الانترو بتاعك إن إمام فعلا دابل كيك وقع حصل الورتجاك في المخ على طول حصل تواصل ما بين الجهاز الطبي في منتخب مصر والجهاز الطبي للنادي الأهلي ده برتوكول طبيعي جدا بيحصل ما بين الدكتور محمد أبو العيلة ده بيتتبعه مع أي صحابة لأي لعب في المنتخب الوطني وبالتالي اللعيب تم خضوعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ولكن الدكتور محمد أبو العيلة أبلغ فيتوريا أن فكرة الاعتماد على إمام عشور في ماتشاط دور الستاشر أو دور التمانية مش أكيد بنسبة 100% دور الستاشر خلاص رسمي عشان البروتوكول بتعرفه فأنه سألت ست أيام لكن التدولاتي كمان بتقولي إنه ممكن ملعبش المباراة اللي بعدها إن شاء الله قدر لله السعود يعني دوارد بقوة جدا أنه هو ما يبدأش على أقل بشكل أساسي في منتخب مصر فيتوريا على طول بدأ عمل اجتماع فوري مع الجهاز الفني وبدأ إنه هو يفكر هيعمل إيه والبديل الأمثل أو الأفضل اللي يفكر فيه وده الاقتراح اللي دهار في الكوليس خلال الفترة الأخيرة أو الساعات الأخيرة إنه يكون زيزو هو بديل إمام عشور في هذا المركز ويلعب مصطفى فتحي كبديل لمحمد صلاح في الكوينج رايت ده التفكير اللي دهار في فكرة فيتوريا وخلال التدريبات اللي جاية هيبدأ يدرب اللعيبة على الخطة دي وعلى فكرة الاعتماد على زيزو في مركز رقم 8 تعفى كريم في الماتشات اللي فاتت أصلا زيزو مكنش خيار للفتوريا في مركز الوينج رايت أو الوينج ليفت على طول بيلعبه 8 أو بيقلب الخطة فبيلعب زيزو 10 ففكرة إن زيزو بيلعب مكان صلاح أجات فيها الماتش اللي فات لكن مش هو الخيار الأول للروي فيتوريا وده اللي شفناه في ماتش غانا يمكن في ماتش غانا الأخير لما صلاح تصاب أول خيار كان بالنسبة لمستوى فاتح مفكرش حتى في فكرة زيزو على طول مستوى هو اللي قام بس عشان يعني بص هقول يعني ممكن انتاش فيها فنين في المراحل اللاحقة بس وقتها لما نزل مستوى فاتح كان هو عايز واحد إنسايد وينجر اللي من اللعب اللي بيخش الجوه المنطقة مش اللعب بتغطر فشكية اختار مستوى فاتح ايه شكية فيه عمر كبير عبر واحد بيلعب وكاينه وجناح ليها تفصيلة مثلين انت قلت دوت وقال إن هو يكون الأقرب عشان هو جرب زيزو كتير في رقم تمانية بس ده خطير جدا بصراحة يعني نكتلعب بزيزو مصاف فاتح في حتة واحدة الاتنين غريبة مش هيديه أدوار الدفاعية كبيرة جدا وإحنا شفنا المشاكل الدفاعية اللي عندنا فلو سألتنا عن رأي الفن يعني أنا أقول لك اللعب منه أنا أعطيه ولعب محمد النيني تمانية من الستة ولعب بيه حمد فاتح ده لو رأي ده نص الملعب موش بزيزو زي ما هو جناح بس ده رأي يعني خلاني تشوف خلاني تشوف فيتوريا هيعمل إيه هو الأضرب اللي عبته يعني